تمكنت عناصر الفرق الوطنية للشرطة القضائية تنصيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف أحد العناصر الحاملة للفكر المتشدد وذلك يوم الخميس 12 تنبر 2024 هذه العملية تأتي في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة وتحييد الخطر الإرهابي الذي يحضق بأمن المملكة وسلامة المواطنين واتكر بلاغ القطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فإن الشخص الموقوف كيبلغ من العمر 19 سنة وينحضر من قصر أماله بالريش إقليم ميدلج أبدأ زموع على تنفيذ مخططات إرهابية تستهدي في المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام وأضاف المصدر الأمني أنه تم الاحتفاظ بالشخص المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي لتجريه الفرقة الوطنية الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب وذلك للكشف على كافة الأنشطة المتطرفة المنسوبة له وتدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف تنظيمات الإرهابية